بسم الله الرحمن الرحيم اجلت و اجلت اجلت لان احنا لسه اعتبر مشرحناش تفاصيل اوي بس حسيت ان احنا سجلنا ثلاث ساعات تقريبا غير التاسك فتقريبا ندخل في ثلاث ساعات ونصف حاسس ان ده كتير يعني حاسس ان احنا لسه مشرحناش حاجة بس يعني خليني اشرح و اجل الحاجات الكفاية اللي عرفناها النهاردة يعني ايه list item ازاي نستخدم بتاعت انك انت توجد او ان انت تشوف كل الماتريكس اللي قدامك وتقدر تتحكم فيها التاسك اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هو عبارة عن استيديم استيديم هي ان احنا النهاردة لسه في ثاني سيشن فخلينا نتفرج ازاي نقدر نعمل السكن زي اللي هنشوفها دلوقتي طبعا هي الموضوع بسيط جدا بس عندنا اكتر من مثال ممكن او اكتر من طريقة ونعمل بها السكن اللي احنا هنشوفه يعني فيه اكتر من السكن مش بس سكن واحد الهدف من الموضوع ده او من التاسك ده انه هو شوية architecture element نوعا ما ان انت بتعمل السكن لستيديم بسيط جدا بدون structure بدون details بس انت ممكن تزاود ده الهدف من التاسك ده ان احنا بنستغل من التولز البسيطة اللي احنا تعلمناها في بس في 2 sessions ازاي ان احنا نطلع اوتوت زي ده او different outputs دايما هنشوفها دلوقتي في الفايل بتاع الغراسور اتمنى من الناس انها تخلى المطلوب تسليمه في نهاية السشن دي او في المرة الجاية الناس تجرب تعمل السكن لستيديم البرفايل بتاعه يكون مختلف اي بروفايل ممكن free curve ممكن rectangle ممكن ellipse اي بروفايل مختلف في rotation في دوران بشكل معين وتعمله rendering على كيشوت وت upload الحاجات دي على بلانوية او تبعتهن على الفيسبوك المهم ان يبقى فيه استراتيجية كده او في بروسس لازم تبينها وهنشرح دلوقتي ازاي تبين البروسس دي او اللي مطلوب منك تسليمه الفايل هيبقى عامل ازاي خلينا ندخل على definition ازاي ان احنا نعمل stadium زي ده او skin بسيط زي ده فتعال نشوف هنبتدي الموضوع ده ازاي او احنا احنا ابتدينا الموضوع ده ازاي اه اه تعال نرجع اللون الاول العادي اه وتعال نشوف انا اصلا عايز ابتدي stadium بتاعي ده ازاي فواضح جدا ان انا مستخدم اه شوية كربات عمل ما بينهم لفت اللي احنا شرحناه في الاول خالص ده definition بس هو كان فيه اكتر من experiment و فيه اكتر من تجربة في انتبان شق premature بالذي دعونا ننجره بالنسبة لتأكد انا مش متأكد اذا كان هيطلع بصوت صلاة عشان انا مش حافظ دفينيشن انا كنت بتست فتعلن نبتدي الموضوع step by step انا مش هرفع الدفينيشن بتاع الستيدي متن المفروض تعملوه بس تعال نبتدي step by step هنعمل ده ازاي ده سؤال مهم جدا عندنا اكتر من مثال يعني ده كان شكل تاني للسكن ده شكل مختلف هنشرح الطرقتين ده شكل تاني كلها مجموعة اشكال مختلفة يعني انا مجتم قوي بالكواليتي بتاعت الشكل انها هتطلع عاليا لكن المهم ان الناس تفهم اللورجيك بتاع الموضوع هيبقى عامل ازاي فلو احنا جاينا بصينا عايزين ناخد بالنا من حاجة مهم قوي ان الشكل بتاع الستيديا البداي انا مش عامله متماسل يعني مش عامل الالبس والالبس ده بيكبر وبعد كده بيتحرر في الزيت بعد كده بيكبر بعد كده اللي بعده وبعد كده اللي بعده انا عامل فيه مجموعة من الريتاشن فلو نفتكر مبارح ان احنا كنا عملنا بتاع الريكتانجل اللي هو هنا الريكتانجل وبعد كده عملنا له فلت فتعالا نجرب الموضوع ده هنعمله ازاي اول حاجة هنعمل الريكتانجل اللي احنا عملناه مبارح فانا كنت اعمله سيف اصلا عندي هنا في ديفولت بسميرك احمد وبعد كده هتديله دايمينشنز اربعين في تسعين اي دايمينشنز فانت مسلا هتعمله ستين في مية وعشر اي حاجة او مية اي رقمين فانا كده عملت الريكتانجل بتاعي اهو بعد كده انا حبيت اديله فلت طبعا غلطة عملناها المرة اللي فاتت ان جوا الريكتانجل اصلا فيه امر فلت فانا ننسينا نحطه كأنه امبوت اه لو عايز عدل على كلاستر انا عملته قبل كده لو ضغط طبال كلك كنا عملين له باسورد كان باسورد بتاعلي كده اتسازج جدا 456 456 انجل اه كان فيه كلمة ريديوس وده كان مسؤول عن امر فلت عشان اعمله كنت محتاج اعمل كنترول سي كنترول في لكلاستر امبوت ووصله هنا بعد كده اضغط هنا اقول له save and close فكده بيسيف بيعمل saving للكلاستر بس بياخد وقت شوية لان انا مستخدم الكلاستر ده في الديفناشن وطالما عدلت في الكلاستر بنفس الاسم اذا في كلهم هيتعدلوا فهنستنى دي اه نين اها اه اشعر بتاع اه لسنا شغال الحمد لله اه ايوه متاز اه فانت هنا تقدر انك انت ظهر عندك بقى موضوع ريديوس فانت تقدر تديله فلت من هنا او انك هتستخدم امر اسمه فلت هتستخدم الامر ده بعد كده هتوصل الريكتانجل هنا وتتحكم في القيمة زي ما انت عايز قيمة الرديوس بتاعتك فانت بتتحكم فيها زي ما انت تحب مش لازم تبتدي الموضوع بريكتانجل ممكن ناس تانية تبتدي بإليبس ممكن ناس تالتة اصلا تطلع من الطب كده وتقول لك لا انا مش عايز اصلا موضوع ده لانا ده نهرس مانا فري كيرف فيبدأ هو يعمل حاجة مثلا كده مثلا انتر مثلا وعكاية ياخد ده يعمل له ميرور مثلا وبعد كده يعمل جراين كيرف كده عمل لهم جراين وبعد كده ممكن يعيد بناء الكيرف فيبقى ممكن يزود عدد النقط شوية بعد كده يعمل اوكي فيبقى حاجة عاملة كده بعد كده ممكن تختار النقط وتبدأ تعدل فيها زي ما انت عايز ممكن انت شايف ان لا شاكله مش عارف من هنا عامل ازاي انا هاخد النقطة دي هنا كده شوية طب انا عايز ازود نقطة فانت عشان تزود نقطة لو اختارنا الامر ده وبعد كده عملنا اد بوينت فانتقدر تزود نقطة فانعايز زود نقطة هنا ماشي خلاص خلصت تزود النقطة تقدر تعمل حاجة كده موضوع براحتك انت تقدر تعمل اي كيرف انت عايز تعمله بالشكل اللي انت عايزه وهتعرفه على انو كيرف وخلاص انت مش محتاج تعمل فيلت فمش لازم كلنا نوحد البروفايل بتاع الاستيديم بتاع اي حد يرسم اي بروفايل زي ما انت عايز فخلينا نجرب على ده وبعد كده نقول ازاي بس مجرد انك عايز تعمل بروفايل مختلف بس نترسم بروفايل وتعرفه على انو كيرف وش محتاج انك تعمله فيلت ده مثال ده اول واحد بالنسبان اول اول ريكتانجل بعد كده هاخدنا احنا الريكتانجل اللي بعمول له فيلت ده واي اعمل له موف فى اتجاه زت بقيمه مقدار احنا اي رقب اشعار اه ممكن اطلع بصفو اه مغش من نفسي اه 17 وذا الاني 23 فممكن اعرف 17 سبعتاشر ممكن اخد تاني كنترول سي كنترول بي وازوده واخد الريكتانجل الاولاني ده واعمل له نعمل له كمان طبعا ممكن نعمل امر اريا ونعمل سكيل للريكتانجل حوالين نقطة السنتر بتاعته بقيمة مقدرها 2.00 انت براحتك زي ما انت عايز تعمل القيمة براحتك واناعمل نفس الكرام ده كمان للريكتانجل الثاني فكده بقى عندي الاثنين اقدر اتحكم فيهم من امر سكيل فانا كده عندي اول كيرف وعندي الكيرف الثاني الكيرف الثالث اكبر ده شوية اصور ده شوية عايز ازود كمان كيرف براحتك انت زي ما انت عايز زي ما انت تتحب اه انا بانيه بتلك كيرفات انت ممكن تبنيه باربع كيرفات بخمس كيرفات براحتك تس الفكرة انك تقدر تتغير في السكيل عشان عندك بروفايل بتاعك مختلف اه هل ده بس لا احنا كمان عايزين نعمل روتايشن يعني انا كمان لان احنا لو جينا بصينا على السكيل اللي موجود عندي هنا فوق واضح جدا ان كمان كان فيه روتايشن للمبنى يعني ان كان فيه في المستوى ده معموله روتايشن وممكن كمان ده كمان معموله روتايشن فانت ممكن تدي الحرية لنفسك ان الاتنين اللي انت هتعملهم فوق او التلاتة انك تدي لكل واحد فيهم زي ما انت عايز فانا اعمل روتايشن وبيحتاج مستوى فانا هاخد هاخد تاني روتايشن ده عشان يبقى عندي المستوى وهستخدم نفس نقطة السنتر وبعدين هدخل هنالجيومتري والمستوى فده كده بيروتايشن حوالين نفسه اا اا بيروتايشن حوالين مستوى اكس واي فانا عايز اخليه اكس زي او واي زي اا آآ براحتك انت مثلا اكس زي وهتاخد النقطة السنتر من هنا اوصلها في المستوى ده وبعد كده احط انا الانجل اللي انا خليها ديجري واعمل من سفر لحد مثلا مية اعتقد تسعين كفاية وتبدأ زي ما انت عايز في الاتجاه ده او كمان عايز اعمل ده ده في في مستوى تاني فهاخد ده وده وعايز اعمل للجيومتري اللي طالع من هنا بانجل معينة على اكس مختلف وهو مثلا وهاخد نقطة نفسها اوصلها في المستوى ده واعمل هايت للاتنين اللي عندي هنا ازا انا بقى عندي بيتحرك معايا في مستويين مستوى اكس زد ومستوى وانت بتتحكم في قيمة بتاعتك زي ما انت عايز عايز كمان تخلي في حوالين براحتك ممكن تاخد تاني ده وده وكل الفكرة انك انت هتوصل بس نقطة في وكمان تتحكم في زاوية تلت براحتك اعمل اعمل انت عايزه اتحكم في زاوية اللي انت عايزها اعمل اكتر من مرة زي ما انت عايز. ممكن اهم اعمل 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 الله جهومتري الجديد اللي هو اللي هو التاني اللي اناهر معانا ده وهاخد بتاعه هنا واخده مرة اه ثاني هنا وكمان هنا فكده ده كمان بيحصل وكمان نعمل ده ممكن نغير بقى زي ما احنا عايدين ترجعه بالشكل ده كده او كمان شغل بتاعك من سالب تسعين عشان يبقى معاك في الاتجاه التاني عشان لو انت عايز تتعاوض بشكل ما ممكن كمان راحت انا نفس ان كمية روتوشانز كتير قويط بس يعني زي ما احنا شايفين برضو ده خليه من سالب تسعين عشان تقدر تتحكم في الاتجاه المنجب والاتجاه السالب فيبقى انت عندك الحرية في الروتيشن زي ما انت عايز نفس القصة ده سالب تسعين كمان نقدر نتحكم في الروتيشن زي ما احنا عايزين ما ننساش ان احنا كان عندنا كرامترز اولية في الحركة دي والزيادة من هنا وفي الاخر محتاج اعمل لفت طب انا هعمل لفت مبين مين ولا مين ولا مين بلازم الترتيب مهم جدا فاول لفت بالنسبة لي هو لما هاجي اعمل لفت هو اول كيرف بالنسبة لي هو الكيرف ده بعد كده تاني كيرف هو الكيرف ده اه سوري اه ده تاني كيرف بعد كده تالك كيرف بالنسبة لي هو الكيرف ده ده الشكل بتاعي او الحاجة اللي انا عملتها طبعا اتحرك زيني ما انت عايز هيعود يطلق لك اشكال ايه? اشكال مختلفة على حسب انت عايز الفايل بتاعك يبقى يبقى عامل ازيني احكا احياني ده صف هاتحكي زيني ما احنا بنقول انت كل واحد احسب الديزاين بتاعها اللي حصوف اعيز اعمل الروتاشن زيني اتاني نحن عمنا ناء هستفل اول انا فيش كمفورنس كتير ولا حاجة عملنا ركتانجل بتاعنا ده كان اول حاجة بعد كده عملنا الفيلت فده عشان نعمل اول بروفايل وده بالنسبة لنا كده اول كيرب بعد كده قسمنا الموضوع للاحيتين واللاحيتين متشابهتين تماما ايه هم اول حاجة اخدت الكيرب ده وحركته على ارتفاع 38 وبعد كده عملت له عملت له سكيل برقم ما وبعد كده الاسكيل ده اخدت عملت له بقى روتاشن في المحور الفلاني وبعد كده محور الفلاني وبعد كده محور الفلاني وهي بالنسبة للكيرب التاني كمان عندك الاركام اللي انت تقدر تتحكم فيها بالنسبة للكيرب التاني وفي الاخر عملت لفت ما بينهم ومهم جدا الترتيب زي ما كنا بنقول كده انا وصلت لاول مرحب ان انا اعملت السيرفرس بتاعتي او شكل العام الهيكل العام للستيديوم سكين بتاعتي طيب بعدين عايدين نبدأ نعمل عليه باتر اول حاجة ممكن تيجي على دماغنا طب احنا نايمة نستخدمش الحاجات اللي احنا لسه درسنا من شوية بتاع تلانش بوكس اي باترن انت الباترنس دي فممكن مثلا وليكن انا هعمل حاجة بشكل ده مثلا فهاخد السيرفرس اوصله هنا وابدأ اسمهم كلهم لحاجة عاملة كده ازود العدد التاع ال ULV 12 و LV 10 اه اصوله 11 ادخلها هنا اوصلها هنا ازود العدد التاع شوية فيطلع معايا حاجة بالشكل ده كده اه وبعد كده بتاعمل فيها فتحات كل واحد على حسب هو عايز يعمل بتاعته عاملة ازاي البسيط اي بي ده اه احنا مش عايزين نعمله كده احنا عايزين نبدأ نطلعه بالشكل اه اي شكل اه اي شكل مباش بسيط مباش بسيط بالشكل ده كده مثلا طب هنعمل ده ازاي او ايه المثود نفسها عشان نعمل ده او احنا انا في الاول كنت بحاول عمل حاجة زي كده او احنا انا في الاول كنت بحاول عمل حاجة زي كده بعد كده اكتشفت ان فيه سيرفوس تانية بتطلع من كنت شكلها اللطيف بالنسباني اه احنا اعمل حاجة زي كده هنعمل ده ازاي من الواضح ان لو عملنا هاية الجزء اللي احنا اشترلناه تحت ده اه من الواضح ان ان فيه فيه كرفات بشكل ما معموله ثلاثة جرفات هما اللي بيكونوا الاسكن والثلاثة دول مبنيين على السيرفوس فوضح ان فيه نقطه من هنا اخده نقطه مع اللي فوق وبعد كده وصله مع نقطه مع اللي تحت طب ده هنعمله ازاي لو بصينا للدفينيشن اللي فوق اللي احنا عملينه هنلاقي ان انا عملت حاجة كويه سابق اسمت السيرفوس او اسمت الخطوط الاساسية المكونه عندي للوبجيكت المجموعة من النقط وبعد كده تطبقت لوجيك معين طيب تعالى ندفايد الكرفات دي تاني فتعالى ناخد التلات كرفات دي كده مع بعض نحطهم في control shift نوصلهم كلهم هنا وبعد كده عشان يبقوا بالترتيب هنعمل هنا وعشان امسك كل كرف الواحد وده الكرف العناني ده الكرف التاني ده الكرف التالت وبعد كده هاديفايد كل كرف بنفس القيمة فده الكرف الاول عمل تره division كرف التاني كرف التالت عمل تره division والقيمة وليكن 40 اي رقم وده هيفرق معانا في resolution بتاعت ال skin فانا عندي دول كده بعد كده اه امورين ماخدنهمش فمضطرين نستخدم ال ازي تي است او هنشرحه هنشرح هنشرحه هنشرح طيب فهمنا الجزء اللي فات ده اعتقد واضح تعالوا كده نرجع خطوة لان المفروض اننا نشرح التريس كلها بس نحسن احنا كلمة كتير ايه انش Parlament و RDS الخطوة بالشكل ده وبعد تكون القل عورية و اعتقدت ال 10 نرى 30 ايه حاجة وعملت divide للكيرف الاولاني و divide للكيرف الثاني عملت حاجة اسمها point list زي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية فكده ترتيب الموقت ظاهر عندي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر ونفس القصة للمرموعة اللي تحت زي ما كنا بنقول في حاجة اسمها shift list وانك انت تمسك item معين المرة دي في حاجة اسمها ايه في حاجة اسمها shift list ودي مهمة جدا ودي حلت لنا حتى مشكلة هنتكلم عنها يمكن بكرة في data management اتمنى ان احنا عرف نلحق نقولها بكرة فدلوقتي ال shift list بتشفت الليست بتاعتك وتكوني ما معينة يعني ايه بتشفتها يعني بتعمل ترحيل للترتيب يعني ده كان صفر واحد اتنين تلاتة هقول لها عملي shift بمقدار واحد فيبدأ هنا يعد صفر واحد اتنين تلاتة تب shift بمقدار اتنين فيعد صفر واحد اتنين تلاتة وهي كافة فلو انا جيت ال points دي هنا وخليت ال shift ده بمقدار اتنين مثلا ووصلت ال point list دي هنا هلاقي automatic ان بدأت صفر بدل ما كانت هنا في الوضع الاصلي زي ما كانت موجودة اتحولت وبقت ما كان هنا رقم اتنين وعكا صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب اللي انا عايز اعمله ايه انا من الاخر كده لو انا عندي الكيرف ده وبعد كده هاخد عشان اقدر اعمل ال skin اللي احنا شايفينه هنا في الصورة اللي هو حاجة بالشكل ده كده اللي هي ال waving انه انه يبقى عندي اه انه يبقى عندي حاجة جاي من نقطة تحت بعكا بتدم هنا حاجة ترجع تاني هنا حاجة تتيجى من هنا واكا تنزل تحت عشان اقدر اعمل حاجة زي كده تعني اعمال حاجة اسمها ويفينج يعني ايه ويفينج يعني لازم اخد نقطة سفر به سفر بسفر ونقطة اتنين بصفر بإتنين او يعني لازم من الاخر يبقى يبقى انا لو انا شغال يبقى ا انا من الاخر اريزوا اعمل حاجة بدي بقى سوري عشان عمل ايبقى حاجة كده واللي بعدها هيبقى حاجة عاملة كده واللي بعدها هيبقى حاجة عاملة كده وبعد كده ده يبقى كده طبعا هعمل الكلام ده ازاي تعال نشوف الموضوع ده ممكن يتعامل ازاي انا دلوقتي هعمل انا دلوقتي عندي 3 كيرفات بعيدا عن اللي انا رسمهم انا فعلا عندي على كراسوبر دلوقتي بعيدا عن الثلاث كيرفات دول انا عندي اصلا كمان ثلاث كيرفات اللي هم الرئيسيين المكونين بالنسبة لي الوبجيكت بتاعي فانا هعمل ايه انا هاخد اللي في النص ده اعمله شفت لست طب ايه اللي هيحصل في الوضع العادي كان دايما لما كنت هرسم كيرفو كان ده صفر وده صفر وده صفر كان التوصيل هيتم بالشكل ده كده لكن المرة دي انا عايز التوصيل يبقى مختلف انا عايز التوصيل يبقى اعمل ازاي تنهى صفر وصفر وصفر وبعد كده واحد وواحد وبعد كده اتنين واثنين واثنين وبعد كده تلاتة وتلاتة وتلاتة مادئين وبعد كده هنشوف ازاي نقدر نعمل اللقصادها دي طيب هنعمل الكلام ده ازاي على الديفنشن بتاعنا تعال هنخلط النقط الاساسية بتاعتنا اللي هي المكونة للشكل الاساسي او الاسكن الاساسي ده هعملها ازاي هاخد النقط اللي في النص دي وعمل لها shift list بمقدار واحد او على حسب الكلمة اللي انت عايزة احنا هنا في الفكرة هنا ان انا دلوقتي عايز اعمل او عايز اوصل ما بين النقط وبعدها فهعمل حاجة اسمها interpolate طب انتربليت ده بيحتاج ايه بيحتاج مجموعة مجموعة النقط دي لازم تكون متواجدة في نفس الليست يعني ايه لازم تكون متواجدة في نفس الليست يعني لو انا جيت بصيت هنا كده على points بالشكل ده فانا عندي list موجود فيها النقط بس الليست اللي موجود فيها النقط دي لو انا جيت وصلت لها وصلت الخط ده بيه تعال انا اوصل اللي فوق عشان اشوفها هنلاقي انه بيعمل ايه انه الامر ده بيتم على list كاملة على بعضها فبيوصل ما بين النقط الاساسية المكونة لمن المكونة اصلا للكيرف الاساسي فانا الفكرة عندي ان انا عندي النقط اللي تحت دي في list الوحيدة والنقط بتاعت الكيرف التاني في list الوحيدة والنقط بتاعت الكيرف التاني ده في list الوحيدة فانا انا عايز اعمل ايه انا عايز اعكس الموضوع يعني ايه عكس الموضوع تعالوا نبص كده هنا على الحاجة ماتريكس ولو انا عندي صفر واحد اتنين تلاتة واربعة خمسة ستة سبعة وتمانية تسعة عشرة حداشر اللي عندي في الماتريكس داي ان المجموعة دي مع بعض يعني ايه مع بعض يعني دول كلهم في list واحدة فلما انا باج ياخد الامر ده يطبقه هنا فبيوصل لي ما بين الاربعة دول بس انا مش عايز كده لان في الحالة دي اللي بيحصل اللي بيحصل اللي احنا شايفينه هنا في الشاشة ان الخط ده كله بيتوصل مع بعضه لكن انا عايز لا ده انا عايز الخط ده يتوصل مع الخط ده بمعنى اصح انا عايز ده اللي يحصل ان النقطة الاولانية في الليستة الاولانية مع النقطة الاولانية في الليستة التانية مع النقطة الاولانية في الليستة التالتة يعملوا مع بعض list عشان لما يجي وصل الامر ده فيهم يتوصلوا كلهم ببعض طب هعمل الكلام ده ازاي هنعمل حاجة اسمها flip matrix ايه flip matrix دي بتعمل ايه تعالى نشوف هنرسم تاني matrix ونخلي صفر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اداشر عشرة تسعة تمانية بتقلب الموضوع يعني ايه بتقلب الموضوع طب هعمل كده هعمل كده وتبدأ تتحول تبقى صفر اربعة تمانية بعد كده واحد خمسة تسعة بعد كده اتنين ستة عشرة ثلاثة سبعة حداشر اللي عملته ايه انها عكست الموضوع اخدت المجموعة دي وقامت حولتهم بقت حاجة عاملة كده واخدت العمود ده قامت محولها للصف اللي احنا شايفينه ده واخدت العمود ده وقامت محولها للصف اللي احنا شايفينه ده وبالتالي لما يجي اخد امر انتر بليت دلوقتي واجه طبقه على الماتريكس الجديدة دي اذا هيتطبق على ده ويتطبق على ده ويتطبق على ده ويتطبق على ده ويتطبق على ده طيب وبعدين تعالى نكمل هعمل ايه بقى في الموضوع ده طيب ده مش موجود يعني ايه للاسف ده مش موجود يعني انا لازم ادمج اول واحدة هنا مع اول واحدة هنا مع اول واحدة هنا طب هعمل الكلام ده ازاي اول خطوة عندي امر اسمه ميرش ميرش ده بيدمج الموضوع كله يبقى في ماتريكس واحدة فليب ماتريكس دي طريقة وهشرح طريقة كمان اوصل ال poinط الاولنية في ال that الاولنية ميرش هوا شايفين ان فيك كمية اسم بتدخل خطوة ساهم واحد عشان يتمجوم لكلهم في ماتريكس واحد طيب تعال نشوف الاود بوتو اللي طالع الجدين من الموضوع ده الماتريكس طالع عاملة زي طالع اول لست الوحده اسمها سفر و سفر اه صفر مش هيوفع ميرش محتاجين انتوين صفر يا جماعة لا ينفع ميرج انه يتمكن كلهم مع بعض انا هعمل حاجة اسمها انتوين موقعا انتوين بتعمل نفس اللي انا كنت بقوله على ميرج بس هنشيل الفلاتن ما تقلقوش في انتوين ومرج هتتشرح بالتفصيل بس خلينا نستخدمها زي ما هي كده وتعالى نشوف ايه اللي حصل اللي حصل انتوين بدأ يعمل ايه بدأ يعمل صفر 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 دي اول عيلة العيلة التانية العيلة التالتة اللي هم نقط الاولانية بتاعت اول كيرف تاني كيرف تالي كيرف ازاي ندمج ما بين كل دول ازاي يحول الموضوع ده من هنا انه يتحول لحاجة زي كده عندي حاجة اسمها فليب ماتريكس ايه اللي هيحصل بعد فليب ماتريكس ده فليب ماتريكس تعمل هتعمل ايه احنا كان عندنا عيلة التانية التالتة هيتحول كل تلت نقط موجودين في لست الواحدة احنا نشوف كل تلت نقط بقوا موجودين في لست الواحد دي لست الاولية لست التانية لست التالتة وبالتالي لما يجي اعمل امر انتر بوليت هلاقي انهم كلهم دلوقت بيتم توصلهم بمين ببعض فيتجلي حاجة ستريت كده طيب في الحالة اللي انا عملت بيها شيفت لست انا لسه ما وصلتش الواحدة الشيفت لست فلو جيت وصلتشفت لست هنا حصل واش كده سيدي واحدة اوهو مبدئيا بس مبدئيا هنعمل فلاتن للمجموعة دي والمجموعة دي هنشرح بالتفصيل لي بس تقريبا هنعملها بالشكل ده دلوقت اللي حصل او الفارق ان واحدة خطوط هنعمر الخطوط بدأت تتحول بدل ما كان تتدام abroad من هنا لنا لنا بدأت التحمل بالشكل ده او تاخد lên انت تحتكب في قطنة الـ الخطوط دي من هنا فلو عملناه 2 سيكون اكثر الانترنت عادي قليل فجل لانجرب نعمل لها لفط طبعا نجرب نعمل لها لفط نشوف تطلع صفز عمنا زي طلعت حاجة غريبة طلعت حاجة عمنا كده شون لفت فتتحكم في القيمة عشان تبدأ تطلع لك ده اول حاجة بعد كده زي ما كنت بعمل لما نبص هنا تاني على المثال اللي كان معانا كده زي ما كنت بقول ان انا بوصل صفر بصفر بصفر طيب انا محتاج اعمل التوصيل العكس يعني ايه التوصيل العكس يعني هنا الرقم ده هو ليه بقى اتنين ازاي الكلام ده يحصل لو انا خليت shift list بدل ما كان مقدارها واحد او اتنين او ثلاثة او غيره لو انا خليتها بالسالب يعني ايه يعني بدل ما كانت واحد حطيت negative نيجاتب نفس القيمة فهتلاقي اتنين باثنين باثنين تلاتة بتلاتة بتلاتة فزي ما كنت بعمل الويفنج بالشكل ده هبدأ اعكس الويفنج بالطريقة التانية انا هعمل الكلام ده ازاي نفس الطريق زي الحاجات اللي انا عملتها هنا فوق هاخد التلاتة دول control c control v وهعمل ده delete وهاخد الرقم ده اضرابه في negative الرقم بتاع shift list اللي انا كنت بعملها المرة دي بصفر هوصله هنا بshift list واخلي بدل القيمة صفر خليها واحد تعالى نشوف perspective هنبدأ نلاقي انه ظهر عندنا اه اتنين هم اللي متوصل بالشكل ده واللي متوصل بالشكل التاني تقدر تتغير زي ما انت عايز بالشكل ده كده تمام في طلعلك الباترن المشكلة او مش مشكلة ان هنا في انا مش عايز اوفرلابنج طيب الوفرلابنج لان انت لازم تمسك واحدة و تسيب واحدة عشان ما يحصلش عملية الوفرلاب هعمل الكلام ده ازاي ايه حاجة انا عندي الكيرفات دي اول حاجة هعملها هعمل حاجة اسمه جون كيرف كل كيرفين في نقطة هيتم الدمج ما بينهم فبدل ما كان عندي هنا كان عندي اه اربعين وهنا كان عندي اربعين كيرف فكده كانوا تمانين كيرف دلوقتي لما دمجت ما بينهم هتطلعوا لي كلهم اربعين كيرف بس مدموب ما بينهم طيب بعد كده ايه الحل هنعمل ايه لحد دلوقتي لسه ممسحناش واحدة ونسيب واحدة عشان ناخد واحدة ونسيب واحدة برضو امر جديد لسه هنتكلم عنه بالتفصيل حاجة اسمها call pattern يعني انا هقوله انا عايز واحدة وتسيب واحدة او عايز اتنين وتسيب واحدة ففيه pattern معينة انا بقولها اللي هو امسك واحدة وسيب واحدة او خد اتنين وسيب واحدة وهكذا فانا هعمل حاجة اسمها call pattern بيمسح بباترن معينة الباترن دي مكونة من حاجة اسمها true false يعني true مثلا هتمسح وفولس مش تمسح فهاخد الكربايت دي اوصلها في list واخد ال call pattern اضغط عليها راية click set multiple وهي اصلا فيها لغة معينة لها false false true true فانا هقوله false true بس عشان امسك واحدة واسيب واحدة واعمل دول height هلاقي ان تقريبا الoverlap بتاعي انتهي اختفى ما بقاش فيه overlap زي ما كان موجود في الاول ده لان انا اخد true false true false فى بياخد واحدة وبيسيب وبيسيب واحدة تاني طيب بعدين لو انا زودت العدد بتاع ال divide لان الموضوع بدأ ان resolution تبقى اعلى طيب وبعدين ايه اللي المفروض نعمله بعد كده المفروض نشتغل عليه بعد كده ان احنا عايزين نوصل للنتيجة دي فى الاول اول نتيجة بالنسبة لنا هي ان احنا نطلع حاجة بالشكل ده كده او قبل النتيجة دي تعالى نعمل النتيجة الابسط اللي هي role surface فعايزين نطلع حاجة بالشكل ده كده طب هنعمل الكلام ده ازاي مبدئيا انا عندي curve الاولاني والcurve التاني الجنب اي curve منه او اي pattern النتيجة دي زى ما قلنا نتكلم هي عبارة عن curve هنعمل الكلام ده ازاي لو انا جيت عملت دول لفت طبعا ها احصل حاجة كده و ده مش ده اللي انا عادي هفكد كل curve اللي انا كنت عمجة ما بينهم دول ده مكوناتهم الاصليين التروفين الاساسيين اللي مكوناتهم الاصليين اللي مكوناتهم الاصليين وبعدين تعالى نظف ايه اللي هيحصل تعالى نقلل العدد الاول عشان نقدر نلاحظ الموضوع بشكل افضل فتعالى ناخد واحد زى ده فهنعمل list item عشان نسلجت واحد بس من الكربات زى المثال اللي قدامنا هنا خلينا نزود العدد شوية لانه هو دول يبنيتها حاجة عاملة كده طيب اه انا دلوقتي دول عبارة عن curve واحد عايز اقسمهم لكربين فعندي حاجة اسمها explode 3 او عملت امر اه سوري هعمل حاجة اسمها explode اكسبلوت ده خاص بالكربات فهوصل ال list item ده بcurve فهلقي اسمهولي لمجموعة segment و مجموعة vertices مجموعة vertices هي بالنسبة له نقطة البداية و نقطة النهاية والsegment بالنسبة له اللي هما الضلعين طيب لو انا جيت عملت لفت ما بين الضلعين تعالى نشوف ايه اللي هيحصل حاليا ان الاوتبوت بتاعي عمل كده طيب ليه عمل كده تعالى نبص على الكيرف ده كده و نفهمه هو كان في الاول كيرف مكتمل على بعض لو جينا نقول ان هو ابتدى من هنا فدي نقطة صفر بعد كده مشى بقى دي نقطة واحد بعد كده كمل الكيرف الجديد بتاعه الفكرة هنا ان الكيرف ده نقطة بدايته من هنا و الكيرف ده نقطة بدايته من تحت فالمشكلة ان الكيرفين دلوقتي فيهم مشكلة ان الكيرف الاولاني مظبوط الكيرف التاني فيه مشكلة فمحتاج يتعمل له حاجة اسمها Flip Curve ان الكيرف ده تقلب نقطة بدايته وتبقى معاكوسة فانا هاخد list item وهغير واحد من الاثنين وهاخد list item من هنا واضغط plus عشان يبقى ماسك الكيرفين وهاخد الكيرف التاني او الكيرف الاول براحتك توصل الكيرف الاول هنا Shift وتضغط الكيرف التاني هتلاقي ان الموضوع بتاعك بقى مظبوط طيب وصل ده بدل list item هتلاقي ان الموضوع تطبق على كل ال object يبقى دي اول حاجة انت ممكن تقدر تطلع ان انت تعمل حاجة بالشكل دا كده خاصة الان فشفت لست المقدار واحد لا تدقي اي حاجة تتداخل معاكام لجنبه لما باثنين او بثلاتة هيتدعو يتداخلوا فخلينا نجرب الاول على واحد فهيطلع معي حاجة بالشكل دا اي بس بورينج اوي مملة و انا عايز ايبقى فيها تفاصيل كمان فانا مثلا نرجع ناخد واحد بس object واحد منهم ده نوصله هنا عشان يشتغل عليه فلا انا موضوع مملة اوي انا عايز اعمل كمان كيرفل في النص ما بينهم الكيرفل يكون داخل لجوه شوية فتبقى عاملة زي الجناح حاجات كلها طرابة كتب هنعمل الكلام ده ازاي طيب انا عندي هنا في البردسيز نقطة البداية ونقطة النهاية ونقطة البداية ونقطة المنتصف وبيرجأ يحط نقطة البداية تاني طيب لو انا عملت list item للبردسيز واخترت اول نقطة واخر نقطة ما هي بالنسبة له صفر واحد اثنين هيرجع هنا تاني فانا خلاص انا محتاج اجري صفر واحد ووصلت من بينهم بلائن فهيرسم لي خط مستقيم بس انا مش عايز كده لانا عايزه كيرفل او تعالى نجرب لو هو خط مستقيم هيبقى التعامل مع الموضوع ازاي فلو ده اول كيرفل فعكا شفت واصل كيرفل التاني بعد كده شفت واصل الكيرفل التالت هيطلع لي حاجة كده ما اعتقدش ان هو ده الشكل اللي احنا عايزين نعمله خالص فنرجع تاني disconnect all لا ده انا عايز الخط اللي في النص ده يبقى كيرف ما يبقاش خط مستقيم كده كده هعمله ازاي ده انا مش عاد في طريقة اول طريقة ان انا هعمل اللوفت العادي بتاعي ما بين اول كيرف وتاني كيرف اه سوري ان انا وسلت وتاني كيرف هنا فاطلع لي حاجة بالشكل ده كده طيب تعالى نفترض لو انا عندي نقطة متوسطة هنا والنقطة دي انا دخلتها لجوه هنا شوية وصلت ما بين دول بكيرف مش هتشتغل هتشتغل طيب ازاي كده نقطة متوسطة على السيرفس دي اه ده امر جديد امر اسمه اه بس لا بدايش افالويت سيرفس اشان اه 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 في حانت جديدان او اه 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 اي طريق اه 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 بس اي اعطيت ردو او ابسط اول there and per už انا لسه عندي الاثنين سجمة دول هنا اه اه انا برور workload prendre احتاج ده زي ما هو. اه عندي الاثنين اللي هما الضلعين دول. طب لو انا جبت نقطة المتوسط بتاعة الضلعين دول. فانا الاول محتاج اجيب نقطة بتاعة كل ضلع. وصلت الكيرف الاولاني هنا وبعد كده اخدت نفس الامر ده وصلت الكيرف التاني. وعايز اجيب ما بينهم. اه فانا هعمل امر افريج. فالافريج ده دلوقتي احسن ان انا اوسط دول هنا كده ببعد على طول. اجيب الافريج من هنا. تمام? فانا دلوقتي بقى عندي نقطة تلتة. اصبح دلوقتي ان انا اقدر ارسم كيرف من النقطة دي. نقطة الافريج للنقطة دي. بس انا عايز احرك النقطة دي الجوة شوية. طب حرك النقطة دي جوة ازاي? انا عايزها بالنسبة نقطة السنتر بتاع السيرفز بتاعت كلها. تعالنا نرجع كده خطوة لحد ما عملنا السيرفز. السيرفز دي نقدر نجيب لها كمان امر اسمه عشان نقدر نجيب السنتر بتاع الابجكت بتاعي. فده بالنسبة لي هي نقطة السنتر بتاع الابجكت. طيب. لو انا جيت عملت ايه? لو انا جيت استخدمت امر الافريج ده النقطة اللي طلع من هنا وعملت سكيل للنقطة دي حوالين نقطة السنتر بتاع الابجكت. اللي حصل النقطة اتحركت لجوة بفاكتر والي اكن اخليه صغير جدا عشان الحركة تبقى بسيطة. حاجة حاجة بالشكل ده كده لان انا لو كملت الخط تبدأ تتحرك لحد نقطة السنتر فانا محتاج بس مجرد حركة خفيفة كده. تمام? وبعد كده هرسم الكيرف الجديد بتاعي اللي هو من عند نقطة البداية فهعمل اهم اه ايه اه 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 او خلينا ندخل على قائمة كيرب ونختار الافضل ممكن نعمل انتربليت بس انتربليت لازم يكون كلها في نفس القائمة اذا يجيب حاجة ما اكونش. للأسف لازم هنستخدم انتر بليت ما عندناش حال داني ما عندناش حال داني فلازم هنستخدم انتر بليت فكل اللي هنعمله ان احنا هنعمل امر اسمه ويف معناش هنستخدمه زي ما هو ويف دا دلوقتي وبعد كده هشرحه بالتفصيل بس يعني محتاجينه فهبدأ اوصل اول نقطة هنا وبعد كده اوصل النقطة التانية اللي هي سنتر هكذا اوصل النقطة التالتة وهاختار حاجة هنا اسمها خليها اثنين معناش انا قاسف وبعد كده عايز اوصل النقطة دي كلها ببعض فهعمل انتر بليت فدلوقتي النقطة دي كلها اتوصلت ببعض بالشكل دا كده لو انا جيت عملت واخدت الكيرفات بتاعتي تاني احنا هنغي لوفت دا دلوقتي هاخد الكيرف الاولاني وصل الكيرف التاني بعد كده ووصل الكيرف التالت فهيحصل معي حاجة بالشكل دا كده تقدر كمان تغير في التكنيك بتاع اللوفت فانت عندك كذا طريقة عندك فبيب شكل متلف شوية مش عارف دا بيبقى هيحوله حاجة مكسرة كده فانت راحتك على حسب نوع اللوفت انت عايز تستخدمه في راحتك هضيف حتة كمان انا عاسف بس فورتيشن لست واخليها تلاتة معلاش استرجموها زي ما هي لحد ما هاتكلم في الليست بالتفصيل وبعد كده هشيل الليست ايتم دا ووصل به هنا عشان يتكرر على كل المبنى بتاعي ويطلع معي حاجة بالشكل دا كده اه اشتركوا في اللقاء انت سكرت فلوصل ميش اه اه اشتركوا في اللقاء هيطلع حاجة بالشكل ده كده انا انزل في النتيج كم حاجة مش كامش فده بالنسبة للسكن اللي احنا طلعناه او الشكل اللي احنا عايزين نعمله انا هكتفي بس بالجزء ده مش هقدر ازود عن كده عشان برضو باي الحاجات فيها تفاصيل اتمنى ان الناس تحاول تطبق الموضوع ده عرف ان هو مش سهل بس بس ممكن الناس تبدأ تقربوا و الناس اللي عرفوا اصلا جرار سوبر كويس فهي تبقى فهم الكمبوننت دي بس هنرجع تاني هنشرحها بالتفصيل المرة الجاية بس بس بكرا مش هيبقى فيه سيشن عشان الناس تاخد وقت الاول سيشن كده تذكرهم بشكل كويس وكمان تابلود الحاجة اللي هي هتعملها او الاستيديوم اللي هي هتعمله بس شكرا اه كانت تعيزوا الحاجة ثانية لا مرتبط شك اه 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 ترجمة نانسي قنقر